أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر ودولة الإمارات بسرعة تنفيذ مشروع تطوير الإنتاج ببعض حقول الغاز وخلال اجتماع لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة أشار مدبولي إلى استمرار فرق العمل من الفنيين من الجانبين في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون مؤكدا البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتصويق بشركة أدنوك خالد سالمين إلى اهتمام الشركة الكبير بعدد من المشروعات سواء في قطاع الغاز أو غيره